السلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة حسن حمدي في سلسلة أخطر جريمة. الحلقة اليوم هي حلقة متيرة وخطيرة للغاية. لهذا قبل ما نبدأ كان ننصح بأن هذه القصة ليست في متناول الأطفال الأقل 12 سنة. كيفاش وعلاش تهمي بناني؟ تقتل وتختفت الجثة دياله منذ 2007. هذه القضية هذه قضية هزة الرأي العام الدولي والرأي العام العربي والرأي العام المغربي بالخصوص. على بركة الله نمشي ونكتشفوا الأسرار ديال هذا قضية هذه اللي هي قضية تهامي بناني. تهامي بناني تزاد في 1989 من واحد الأسرة كانت تكون من خمسة ديال الأبناء. أربعة ديال الأبناء وبنز. تهامي بناني كانت تاني في الأسرة. تعاود علي ولدها. تهامي كان واحد الإنسان دكي كان واحد الإنسان بشوش كان واحد الإنسان كي قرام زيان وكان واحد الإنسان رياضي. تهامي كان كوايري. تهامي تربى واحد تربية الناس allá. تقليدية تربا تربية مغربية عصيلة تهمي بناني كان كيقرام زيان وكان دائما كيحصل على الرتب الاولى في يعني المدراسة في الابتدائي والاعدادي كان الامال دي العائلة في تهمي بناني انه يصبح واحد مهندس مهم في المستقبل لذلك قبل دراسة ديالو توجه لتوجيه يعني الكترو ميكانيك في الدراسة التانوية ديالو على اساس انه كان كيحصل على نقاط زوينين تهمي بناني غدي اتراجع المستوى الدراسي ديالو من اللي غدي اتخل عليها المراهقة علاش لانه اولا كيمشي مع اصدقاء جدد اللي هما ماشي في المستوى الاجتماعي ديالو اصدقاء يعني كانوا يدخنون اصدقاء كانوا كيستعملوا المخدرات يعني الخفيفة والصلبة اصدقاء كانوا كيتناولوا الكحول يعني الصحبة هذي ديالتهمي بناني اطرات فيه بواحد الشكل خطير ومتير اللي خلت ان المستوى الدراسي ديالو يتراجع بواحد الشكل اللي هو يعني رهيب واللي خليه انه يعاود السنة اولى بكالوريا لان النقاط ما كانوش يعني مزيني فعلا الام والاب ديالتهمي كانوا كينصحوه انه يبعد على هذي الاصدقاء اللي ماشي في المستوى ديالو الاجتماعي ويحاول انه يركز على الدراسة ديالو ويحاول انه يتجاوس يعني المراهقة اللي هي اطرات عليها بواحد الشكل كبير بحكم ان الام ديالتهمي كانت تهياء يعني في التعليم فكانت تتصهر على الدراسة ديال الولاد ديالو وكانت قبل ما كيمشوا المدراسة كانت كل واحد فيهم كتعطيه يعني الفطور ديالو يعني الفلوس باش غاديشت الطاكسي يعني وكانت تصاوب الغضاء الدريري ديالها اللي كيرروع باش يتغضاء وقبل نعود ثاني ما يمشوف العشية يكملوا القرية ديالهم نهار الاربع في مارس الفين وسبعة مع الصبح غادي فطرو يعني مجموعين والتهامي غادي يقول ماما هبا انه بلا ما تسناه في الغضاء هذا كالنهار لانه غاديمشي يتغضاء مع صحابه الاخت ديال تهامي كتشري لها امها واحد تليفون بالمناسبة ديال النجاح ديالها في الدراسة تهامي كي ياخد ديال تليفون على اساس انه يستعمل هذه المكالمات المجانية اللي فيه مع الحداش تهامي كي يرجع للدار وكيف يفجأ امه بانه باغي يأكل باغي يتغضاء تخل الكوزينة محيتش الكارتابل محيتش محفظة دياله على ظهره تخل كله بالزربة اخرج فذي كاللحدة الاخت ديال تهامي كتبكي علاش لان التهامي ادالها التليفون ديالها والام دياله يعني صفتت اخو تهامي قتليه تسير تبع اخوك وشد عنده التليفون ديال 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 اختك ورجع ونفس الوقت الام ديال التهامي قتل في ذلك البالكون حتى يزع ما باش تعيط عليه على التهامي انه يرجع باش اعتد تليفون في اعلان فذيك اللحظة فاش قتل الام ديال التهامي في البالكون كتشوف في الجهة اخرى الطموبيلة فيها ربعه ديال الاصديقاء ديال التهامي فذيك الطموبيل وتهامي كيدخل يعني معهم في الطموبيل وكيمشيوا هذا كل نهار مع العشية تهامي ما تخلش الدار وصل الليل والتهامي ما زال ما تخلش الدار الام دياله من طبيعة الحال تخلعات علاش لانه كانت كتتصل به مكيهش تليفون والاب دياله كذلك يتصل به مكيهش تليفون فهذه كل اللحظة واحد من الخوت ديال التهامي سيحاول يطمئن على الام دياله ويقول لها بانه مكيهش تخاف لانه ربما يعني تهمي بقى عند سحابه لانه راهم على الخمسة ديال هذا كل نهار يعني شافه وراه ما غادش يكون يعني وقعت لها شي حاجة خيبة قد يكون غير عند اصدقاء دياله الليلة كاملة والام كتسنة ولدها يدخل الدار مع الصبح غادي تمشي التانوية وغادي تسول على ولدها وعلى صحابه والجول التانوية هذك النهار ولا ما جوج الحاليس العام غادي يقول لها بانه جوج من هذك الصحاب اللي كانوا معه تهامي كانوا في تانوية ولكن خرجوا على اساس انهم دوجوا الامتحانات ديالهم ومشوا بحالتهم مع الخروج ديال الام ديال التهامي من الباب ديال هذه التانوية غادي يبلها واحد جوج ابنات كيقروا مع التهامي غادي تمشي عندهم وغادي تسولهم يعني على التهامي وحدا فيهم غادي تقول لها يعني بانه راه سمعت بانه تهامي دار اوفردوز الام غادي تسول على شكونة هي اوفردوز الاخرى غادي تردد لها بانه اوفردوز يعني ان التهامي راه اصدقاء دياله اطاوه يعني مخديرات وفي المناضة وبانه راه تهامي راه يعني ولا احمق ولا مستي صاحبت هذه البنت اكدت لها بانه فعلا هذا الشي اللي يسمعها استهياء وبانه هادوك الدرالي اللي كيتمشي معهم يعني التهامي كيستعملوا المخديرات الصلبة مع هاد الخبر الصادم بداء الشك والخوف كيتخل الام ديال التهامي واللي خلها انها تتاجه لوحد المستشفى ديال الامراض العقلية يعني في المحمدية وتسول ربما يكونوا شفو ولدها تما للأسف الناس والعمال ديال هادوك المستشفى كيخبروها بانهم ما كنش شي واحد اللي يسميتو تهامي بالناني عندهم يعني في الرجستر الام والقالب غذي يتجهو الاصدقاء ديال تهامي واللي خبروهم واكدو لهم بانه تهامي من بعد يعني هادوك النهار في الليل حطوك تهامي في واحد يعني كيلومترونس على الدار نهار جمعه من بعد تمانية وربعين ساعة على الاختفاء ديال التهامي بالناني الاب ديال التهامي كيتوجه للمركز ديال الشرطة وكيخبر الشرطة على الاختفاء ديال ولده وكذلك كيتوجه بواحد مذكرة اختفاء المحكمة من بعد هاد الاشعار هادا كتستمر العائلة ديال التهامي في البحث عن ولدها وكيقوموا بتحريات في جميع النواحي باش يلقاوا التهامي من بعد واحد عشر ايام على الاشعار ديال البوليس الام ديال التهامي كتوجه للمركز ديال الشرطة وكتطالع على الملف ديال الحوار اللي دانوا الشرطة مع المتهمين اللي كانوا مع التهامي وكتكتشف بانه في المحضر صراحات ديالهم كيقولوا فيها بانه ما تلاقاوش مع التهامي هادا كالنهار كتستغرب الام ديال التهامي وكتطالب بالمواجهة ديال المتهمين في المواجهة ديال المتهمين كينكروا بانهم تلقوا مع التهامي في هادا كالنهار رغم انها كتأكد بانها شافت ولدها معاهم في السيارة في هادا كالنهار فاش كانوا مجموعين ومشاوب حالتهم يعني مجموعين مع الايام ما بانش تشخ بار على التهامي والام كتنتقل واحد مرحلة اخرى للبحث عن الولد ديالها اللي هي انها تاجهت الاداعة ديال 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 المختفون ودارت واحد نداء على يعني الاختفاء ديال التهامي بالناني اربع شهور تقريبا على الاختفاء ديال التهامي واحد النهار كيتوصلوا بواحد المكالمة هاتفية من طرف الشرطة ديال الحي الحسني بالدار البيضاء على اساس انهم يجيوا وشوفوا واحد الجتة مرمية فعلا كيمشيوا وكيتطالعوا على الجتة يعني من خلال الشاشة واحد البلاسة كيسموها الدار الحمراء كتقول الام ديال التهامي بان الصور اللي شفت كانوا كيشبوه بزاف لولدها لا في الجسم دياله ولا في الأسنان دياله كيتخار الاداين ومبعد ذلك كيمشيوا في حالهم الدار كتدوز واحد المدة وهما كيتصلوا في هاد الحالة كيخبرهم البوليس بان ليس هناك اي تطابق مع يعني الاداين ديالهم وديال هذيك الجتة اللي لقاء بعزيمة الام ديال التهامي بمعرفة ديال الحقيقة ديال الاختفاء ديال الولدها كتختار البحث بطرق ديالها الخاصة في الاتجاه ديال الاباء ديال المتهمين بالنسبة لمتهم مواحد كي يصرح لها بأنه بهذا الشكل هذا كيقول لها في الله خرم اللي سولته عافك أو ديقول لي يا ولدي تهامي فين أشنوق عليه وفين كان هذيك الليلة هو كيقول لها شوف أخاتي كل شي فرص فلان في هذي الحالة هذي كتاجه كذلك الواحد الاب اللي لقات التليفون دياله متاصل مع التهامي مع 12 ربعة دقيق في هذيك النهار هذي المعلومة هذي أكد عليها واحد الصديق ديال العائلة ديال البلناني اللي كي يخدم في ميديتيل وعطاهم المعلومات يعني على الناس اللي تصلوا بالهاتف ديال تهامي هذا كالنهار هذا كتقلب عليه الأم ديال تهامي وهو واحد إنسان عنده تقريبا أكثر من 53 سنة وكانت تصل مع التهامي من اللي مشاهدة الأم تصلت بهذاك يعني الإنسان كتشفت بأنه هو ولده هو اللي كانت تصل مع التهامي في هذيك النهار في هذي الحالة كتقوم الأم بتحريات ديالها وكتوصل الولد ديال هذيك الشخص وكتسوله نفس سؤال كتقول ليه ولدي عافك قولي يا الله يرضى عليك فين كان ولدي عش نوقع عليه هذيك النهار وهو كيرد عليها نفس الجواب اللي كان رد عليها لآخر وكي يقول ليها كل شي فرص فلان الأم يعني كتصاب بوحد الأحباط كتقلب على فلان وكتلقى العنوان دياله والتليفون دياله كتصل به كتقول ليها عافك أولدي حيث هي كتعرفه أصلا حيث كان الصديق ديال التهامي وكتحاول مرارا وتكرارا باش تدير معاه يعني معاه باش تقلس معاه باش يعود لها فين كان التهامي وش نوقع هذيك الليلة ودائما كي يلقى لها العضر وما كيبغيش يجي يعني في المواعيد دياله كتأخذ لأم ديال التهامي واحد القرار أنها تمشي بصفة شخصية لهادك المنزل ديال هذيك المتهم رقم واحد اللي هو في الضر البيضاء وكتمشي للفيلة دياله وكتسول على فين كان التهامي هذيك الليلة ما كيخليهاش لأب وكي يقول لولده سرطل على بيتك ما خلاش يجاو الأم ديال التهامي الأم ديال التهامي كتنوض وكتغادر هذيك المنزيل وفراسها فعلا بأنها شي حاجة غريبة وخطيرة وقاعد لولدها الأم ما فقداتش الأمل وبالعكس زادت العازيمة ديالها أعلن استمرار في البحث عن الحقيقة ومرة مرة كتمشي عند البوليس وكتسولهم يعني على الملف ديالها فين وصل مرة كيقول لها البوليس بأنه راه ملف عند المحكمة ومليك تمشي عند المحكمة كيقول لها بأن راه الملف ديالك عند البوليس كذلك الأم ديال التهامي كتستصل مع برنامج مختفون ديال دوسيم على أساس أنهم يدونوا معها حلقة وكيوعدوها بأنهم سيجيوا في هذا النهار قبل ما يجيوا كتستصل مع هذه البنت اللي كانت تصرحت لها في الأول بأنها راه الولد دار أوفردوز كتستصل بها وكتمشي عندها دار ديالها وكتقول لها عافك ها بنتي اللي رضي عليك راه المختفون غير يجيوا وبغيتك تصرحي بعدك تصريح لي قدير تصريح لي داك الساعات الدوزين باش يعني يكون داك شي باين واضح في واحد اللحظة البنت كتبع لها بواحد السر كتقول لها بأنه راه التهامي راه قتلوه سحابو وحرقوه ورموه في البحر ومن اللي سولتها كيفاش عرفتي هاد الشي هي قتقول لها بأنه هذي كالبنت الخرى اللي كانت صحبتها كانت عطاتها واحد كتاب ديالذكرية ديال لاش تكتب لها شي حاجة في هذيك الكتاب ديالذكرية والقات بأنه صحبتها كتبات هذي المعلومة هذي بأنه راه التهامي تقتلوه وتحرقوه وترموه بحرق طبيعة الحال أي معلومة مهمة في البحث على الولد تهامي كتوصله لأم الشرطة من اللي كان مواجهة ديال البنت مع الأم ديال تهامي عند الشرطة البنت نكرات تماما بأنه قتلها أذيك الهذرة ويعني في هذه الحالة هذي تصابت الأم بالإحباط وخيبت الظن في البنت هذي لأنها نكرات ذاك الشي اللي قتلها في الأول من ناحية الإدارية من اللي كتسول الأم ديال تهامي على الميلف ديال ولدها كتفاجأ بأن الميلف ديال كان في الحفظ حتى 2008 ومن بعد قالوا لها بأن الميلف فراكين في المحكمة الإبتدائية في المحمدية كتعاود لأم بأنه كيقلوا على الميلف ديال تهامي يعني بهذا الشكل هذا غبر يعني شيء غريب أن الميلف يكون غابر في المحكمة الإبتدائية ما قدراش توصل فينا هو الميلف ديال ولدها حتى الواحد للحظة كتكتشف بأن الميلف ديال تهامي راه هو في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء من 2008 حتى 2013 من اللي كاتمشي كذلك باش تقلب على الميلف ديال ولدها في المحكمة ديال اللي استئناف في الدار البيضاء ما كتقدرش تلقاه وما كي يلقاهوهش يعني من 2013 حتى 2016 والميلف ديال تهامي مخبيه على حسب الأقوال للأم بأن الميلف كان يعني غابر بواحد الشكل غريب من بعد المحاولات اللي قامت بيهم الأم ديال تهامي اللي معرفة الحقيقة تم أخيرا استقبال ديالها معيتا رئيسة جمعية من جمعيات المجتمع المدني من طرف نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالذر البيضاء واللي في دوره ربط لها اتصال مع قادة التحقيق اللي خبرها بأن الميلف ديال تهامي مفتوح على أساس أنه جريمة قتل ضدها مجهول في هذه اللحظة كتصاب الأم ديال تهامي بالانهيار وكتكتشف بأن الآن متأكدة بأن الولد ديالها ماشي مختفي وإنما يعني فقد الحياة ومات ومن حسن حض الأم ديال تهامي أن قادة التحقيق كان سابقا نائب وكيل الملك بالمحمدية واللي كان كيتعاطف معها في القضية ديالها أنا ذاك في المحمدية واللي في دوره حال الميلف ديال تهامي على الفرقة الوطنية للشرطة اللي قامت باستدعاء جميع المتهمين من بينهم المتهمان الثلاثة وقامت بتحقيقات أولية واستنطاقات معهم لمدة ساعات طويلة ذلك لمعرفة حقيقة قتل التهامي بالنالي من بعد الاستنطاقات الماراتونية بالشرطة للمتهمين أخيرا كي يعترف واحد فيهم بأنه فعلا رأى التهامي كان مات لهم وكانوا حطوه في واحد الغابة ولهذا كانوا هات السنين كاملة من 2007 حتى 2016 كانوا كيكتبوا على الأم ديال تهامي وما قالوش لها الحقيقة واللي هو للأسف الشديد خلها أنها كل هات السنين هذه تبحث على الحقيقة الضائعة ماذا يوقع بالضبط في هذا النهار؟ في هذا النهار حسب الأقوال المتهمين وحسب أقوال صديق من الأصدقاء في التهامي فإن التهامي مع أصحابه كانوا في هذا النهار كانوا عندهم شوية الفلوس ومشوا مع الصباح يعني شراوا الكحول في متجر تجاري ومن بعد رجعوا مع ذاك الحداش تخل تهامي للدار تغدى بالزربة وخرج لقاء صحابه كي تسناوه من بعد مشاوا للدار ربيضة ومن الدار ربيضة شراوا الاكستازي ومن بعد من اللي شراوا الاكستازي أرجعوا للمحمدية ومشاوا للبحر يعني شاطئ بحر مونيكا وثم بدأوا كي يشربوا يعني وكي تناولوا الاكستازي واحد لمرحلة تهامي غادي بدأ يبانوا عليه علامات يعني غريبة بتأثير الكحول والاكستازي اللي هي كتخليه انه يدخل في واحد الحالة هستيرية اللي خلات الاصدقاء دياله يخافوا يتفضح الامر ديالهم قدام الناس ديال المحمدية وقدام الشرطة اللي يعني كتقوم بدورات تم في الشاطئ خافوا انه يتفضح الامر ديالهم ومن بعد تاجهوا للدار ربيضة ومن دار ربيضة عاو تاني مشاو التماريس ومن تماريس يعني بعد ساعات ما بغاتش الحالة ديال تهامي نقص بقعتك تزيد واللي خلتوا انه يدخل يعني في حالة غيبوبة اللي خلت المتهمين انهم يتخلعوا بزاف على الحالة ديال تهامي لانهم ما عرفوا ما يديروه وما بغاوش يتفضح الامر ديالهم قدام والدهم ولذلك انهم تاخدوا واحد القرار اللي هو قرار فادح وقرار خطير في الحياة ديالهم انهم مشاو للغابة ديال واد مرزق وتم حطوا تهامي على اساس انهم حسب الاقوال ديالهم كيقولوا بانه ما بقاش كيتنفس وبانه مات وحطوه تما لانهم على حسب الاقوال ديالهم خافوا ليديوه السبيطار ويتفضح الامر ديالهم قدام والدهم لان الوالدين ديالهم ما عارفينش بانه كيستعملوا المخديرات والكحول وكان هذا خطأ يعني قاتل من بعد من يخلوا تهامي فاد مرزق قرروا واتافقوا المتهمين بانهم ميقولوش الحقيقة وبانهم ميقولوا بانه راه تهامي خلوا حداد دار في المحمدية وبقاوا على هاد الحالة هادي دائما يعني كيكتبوا على الام ديال التهامي من الفين وسبعة حتى الالفين وستعاش وبسبب خبرة الهواتف تم فعلا اتباس بانه احد المتهمين كان في تمارس مع اللحظة عشد الليل حيث كان كاتب عليهم قال لهم انا ما خرش هذا كل نهار انا كنت في الدار وبهاد الكتبه هادي تواجه بيها قدام البوليس افضل الخر اعترف بكل شي واعترف لهم بانه فعلا راه تهامي كانوا حطوه من فوق الحالة شونس دليل تم فواد مرزق وحطوه على اساس انه ربما يدوش شي واحد اهزوه وخلاوه اهتميا وما قالوش الحقيقة وللاسف الشديد من بعد ساعة عشر يوم تكتشفت الجثة ديال تهامي في هذا المكان اللي اكتشفتها واحد سيدة يعني ملقبة بمولة النعناع اللي اكتشفت يعني جثة ديال تهامي وخبرت واحد الحارس من الحراس ديال الامن ديال واحد العمارة اللي بدوره خبر الشرطة وجو الشرطة العين المكان ودوروا بتحريات ديالهم ويعني تصور الجثة على اساس انها فدك الفين وسبعة فدك للمدة على اساسها انها جثة مجهولة لان التهامي ما كانش عندو لكر ناسيونال بطاقة الوطنية لان كان ذاك الساعات في سن السبعة عشر ويعتبروا قاسرا لذا ما استطعوش انهم يحددو الهوية دياله وبقى يعني كجثة مجهولة من ذلك الوقت والام حاولت تعرف الحقيقة ولكن ما توصلاتش لأسباب يعني مختلفة للحقيقة حتى ديال الفين وستاش من بعد الاعترافات ديال المتهمين ومن بعد الاطلاع على الملف ديال الجثة ديال التهامي اللي قامت به دارك المالكي في الفين وسبعة تم تحويل الملف من ملف اختفاء الى ملف في حالة قتل لكن بش يكون في حالة قتل كي يخص الاتباة ديال الوفاة ديال التهامي بنني لذلك طلبات منهم انهم يجيبوا يعني شهادة الوفاة ولكن بش يجيبوا شهادة الوفاة خاص يجيبوا شهادة الدفن ديال التهامي بنني في المقبرة الرحمة اللي حسب يعني الملف ديال الدارك المالكي ان التهامي بنني التدفن في مقبرة ربعمية وربعين فهذا الحالة هالي قاضي التحقيق كي امر باش انهم يعني يجيبتوا الجثة يجيبدوها من القبر ديال ربعمية وربعين ولكن الصدمة الكبيرة هي انه بعد الادئان ديال يعني الجثة اللي كين تم ربعمية وربعين مع الادئان ديال الام ديال التهامي تتبتات بانه ما كينش تطابق في الادئان ديالهم وبان الجثة اللي في ربعمية وربعين هي جثة لامرأة والغريب كذلك في الامر ان الام ديال تهامي من اللي التجهات المحافظ اللي مسؤول على سجل الاموات لقعت بانه المقبرة والنمرة ديال جثة أربعمية وربعين ما كيناش سجل الاموات واللي خلى يعني واحد حالة استفهامية حالة غريبة في هاد القضية هدي منذ 2019 وبعد جلسات ومحاكمات ماراطونية في هاد القضية هدي تم أخيرا إصدار الحكم ديال 20 سنة سجنا على المتهمين في هاد القضية هدي واللي خلى الدفاع ديال المتهمين يطالب بالاستئناف يعني في هاد الحكم هذا وكي يطالب تبرئة المتهمين على أساس أنه مقتلش وعلى أساس أن الجثة ما كيناش في المقابل الأم ديال تهمي بأنني كذلك كتستانف في هذا الحكم هذا لأنه 20 سنة غير كافية حسب الأقوال ديالها يعني في الموت والقتل ديال ابن ديالها لهذا كتبقى هذه القضية هذه هي قضية غريبة وفريدة في تاريخ القضايا الإجرامية اللي كانوا في المغرب ويبقى السؤال المطروح أين هي جثة تهمي بأنني في انتظار ما يحمله المستقبل في هذه القضية قضية تهمي بأنني إلى هنا أستودعكم الله وأتمنى لكم يوما سعيد وما تنساوش أنكم تساهموا وتشاركوا في هذه القناة هذه ليصلكم الجديد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله